منذ تعيينه في فبراير 2018 مبعوثاً أممياً لليمن كان واضحاً أن مارتين غريفث سيبدأ مساراً تفاوضياً لا يختلف عن دور سابقه جمال بن عمر واسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يراه كثير من اليمنيين دوراً سلبياً ساهم في تقويض الدولة وإدخال البلد نفق حرب مدمرة قد غريفث جولة مشاورات في السويد انتهت بتفاهمات لم ينفذ شيء منها حتى الآن بسبب تعنت ميليشيا الحوثي وإصرارها على تفسير تلك التفاهمات وفقاً لرؤيتها يسيرها في ذلك تساهل غريفث ذاته خلال سبعة أشهر قدم غريفث عدة إفادات أمام مجلس الأمن لم يتوقف فيها عند أسباب فشل اتفاق ستوكولم فيما تتهمه الحكومة الشرعية بالتستر على ميليشيا الحوثي التي ترفض تنفيذ الاتفاق حتى الآن أحكام للميليشيا بإعدام ثلاثين ناشطاً سياسياً وتعذيب لنساء المعتقلات في سجونها وخرق مستمر للهدنة في الحديدة ملفات لم يكن لغريفث إزاءها أي موقف حازم أو حتى اعتراض على مرتكبها وإدانة منفذها مراقبون يرون أن دور مارتين غريفث أصبح بمثابة دور داعم أو مبرر لسلوك ميليشيا الحوثي في ظل السمرار تغاضيه عن رفض تنفيذ الاتفاقات وتماهيه مع تحركاتهم لتخفيض سقف الاتفاق لصالحهم الشرعية أبدت امتعاضها من أداء المبعوث الأممي لأكثر من مرة وبعثت مذكرة احتجاج للأمين العام للمنظمة الأممية قبل أن تعود للتعاطي معه بعدما قيل أنها ضمانات أممية لم يتم الكشف عن مضامينها وقبل إحاطة منتظرة سيقدمها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن تستمر ميليشيا الحوثي في عرقلتها للاتفاقات وفي انتهاكاتها وكأنها قد أمنت العقاب فيما تستمر الحكومة الشرعية في انتظار فرج يأتيها من وراء تغيير أداء غريفث الذي يبدو أنه لن يتغير خلال الأمد القريب